ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله قرر رجل وزوجته استقبال لاجئة أوكرانيا في منزلهما بعدما تعاطف مع حالتها الإنسانية إلا أن مفاجأة حدثت بعد أيام قليلة وذكرت صحيفة ديسان البريطانية أن حارس الأمن طوني غارنت 29 عاما وهو أبا لطفلين كان يعيش حياة سعيدة مع زوجته لورنا 28 عاما في مدينة برادفورد في إنجلترا مشيرة إلى أن الأمور انقلبت رأسا على عقب بعدما قرر استقبال اللاجئة صوفيا كاركاديم البالغة من العمر 22 عاما في منزلهما وفرت صوفيا من مدينة ليفيف الأوكرانية بسبب الحرب واختارت المملكة المتحدة وجهة لها وبعد عشرة أيام فقط من دخول صوفيا البيت الجديد وقع غارنت في حبها وهو الأمر الذي اكتشفته الزوجة لورنا مما جعلها تطلب من صوفيا المغادرة وكشفت الجريدة أن اللاجئة الأوكرانية غادرت وتبعها طوني وهو مشكل مفاجأة صادمة للورنا مبرزة أنهما انتقل معنا لمنزل والدي غارنت وقال طوني نخطط لقضاء بقية حياتنا معنا مضيفا نحن متأسفان على الألم الذي تسببنا فيه لكن المشاعر تجاه صوفيا لم أشعر بها من قبل من جهتها ذكرت كاركاديم أحببته من أول نظرة قصة حبنا كانت سريعة للغاية أعلم أن الناس يقولون إنني سيئة لكن هذا الأمر يحدث وتابعت الشابة الأوكرانية خلال تلك المدة القصيرة توصلت إلى أن طوني كان غير سعيد مع زوجته هذا وبدأ العاشقان في البحث عن عقار مناسب لهما كما تقدم طوني بطلب للحصول على تأشيرة دائمة لصوفيا